وعيز دي فرصة أنا أسألك كلين تشار بالطريقة دي أنا فعلاً بقيت ألاحظ أطفال كتير جداً بيشتكوا إنه أول ما ياخدوا لبن أو زبادي حتى لو أنت حطت لهم شاي بلبن يعني لبن في الشاي يسترقوا ويعيطوا ويبقوا متعلمين جداً من بطنهم بصي هو مش المفروض ما أبدأين إنه إحنا نزل الأطفال شاي بلبن يعني شفوه إن الأطفال تاخد شاي خالص ما هو ده غلط دايماً بقول للأهل بليش نزل الأطفال شاي خالص أولاً الشاي في مادة اسمها تانيك أسد التانيك أسد دي بتساعد إن الأطفال تجي لهم أنيميا هي بتقلل انتصاص الحديد بالضبط حتى لو إحنا خدناه في وقت بعيد عن الأكل مادة التانيك أسد دي خطيرة جداً وعلى فكرة وإحنا عندنا في مصر نتيجة سوق العادات الغذائية على فكرة في الطبقات الغنية والطبقات العادية في عندنا أنيميا جندة جداً لدرجة إن رئيس الجمهورية ووزارة الصحة تنبهوا للمشكلة دي وتعاملت حملات كتير علشان مشكلة الأنيميا والتقزم في الأطفال لأن الأنيميا بتخلي أن الطفل وزنه قليل والطول بتاعه يبقى قليل ودي مشكلة منتشرة في الطبقات اللي هي الغنية بسبب إن إحنا بنأكل الأكل المصنع الفاست فود الأكل الجاهز ده ما بيبقاش فيه حديد خالص تمام وبالعكس فيه دهون وحاجات كتير مضرة للطفل وأنا دايماً سأطلع قوافل طبية كتير في القرى وفي النجوة فدايماً الأطفال كلهم على فكرة عندهم أنيميا فلما بسأل الأم بيأكل إيه تقولي ده طول النهار بيأكل في حلويات فقولها طب يا ستي فلوس الحلويات دي لو جبتلوا بيها فرخة وخضار ما هي نفس الفلوس على فكرة وهيبقى بيتغزة تقولي ما بيرداش فبقولها هو مين اللي ما بيرداش إحنا اللي بنعود على فكرة الطفل على الأكل إنت اللي عاودتها على الأكل ده على فكرة الحلويات والأكل الجاهز للأطفال عامل زي المخدرات وانس بديتهيله أول مرة هيبقى عاوزها طول الوقت عشان كده أنا دايماً بنبه على الأمهات من وإحنا بندخل أكل للأطفال بلاش بسكوت بلاش بيبسي اللي هي أنا أصفى المياه الغزية بلاش بسكوت بلاش مياه غزية بلاش حلويات يعني ممكن حتى أنت تعمليله حاجات في البيت معلبية روز بلدن بلاش الحاجات الجاهزة لأنه أول لما يعرفها هيبقى مش عاوز أنه هو يأكل غيرها ورافض أنه هو يأكل الأكل بتاعنا أنا بستغرب بقى من إيجابة هو اللي عاوز بالضبط لأنه أنت اللي متحكمها لأنه أنت اللي معاكي المصروف أنت اللي بتديله الفلوس أنت لذي تقول له لا مش هتنزل تشتري أو هتشتري بالضبط فبالتالي هي الأم برضو اللي عليها عليها عامل كبير جدا فمش المفروض أصلا أن احنا نزل الأطفال الشاي قبل سنة 14 سنة علشان التانك أسد وعشان كمان القفايين اللي في الشاي غلط على الجهاز العصبي بتاع الأطفال أنت لو نزلت الشارع المصرين بقى معصبيين قوي وما حدش بقى مستحمل حد وما حدش بقى طيق أحد على فكرة هي الحاجات بتاعت الطفولة كلها عشان دايما برقي الجلي القديم ما احنا ربناكم كده وبقيته زي الفل طب انزلي الشارع شوفي الناس مش طيقة بعض ازاي مواد تأثير الكفايين على الجهاز العصبي بيبين بعد كده تمام؟ موضوع انت شرح حساسية القلبين في الأطفال هو فيه نظرية بس لسه ما فيش أبحاث علمية أو صعبة تتعامل أبحاث علمية لإثبتها أنه التلوث اللي بقى موجود على مستوى العالم كله ده اللي نتج عنه زيادة كبيرة في نسبة الحساسية الجلوتن المصنع اللي بقى بيدخل في المخبوزات بتاعتنا الهرمونات العلف اللي بيتاخذ للفراخ والحيوانات والهرمونات يعني العلف داخل فيه هرمونات وداخل فيه صوية الافراض في استخدام الصوية من ضمن أسباب انتشار الحساسية طبعا بيبقى فيه عمل وراسي يعني بيبقى فيه جين موجود مع التلوث اللي موجود دلوقتي فده مزود فعلا موضوع الحساسية وإحنا للأسف عندنا اعتقاد غلط أن الطفل لو مشربش لبن ده كرسة لأن احنا معتقدين أن اللبن ده المصدر الأساسي أو الوحيد للكالسيوم على فكرة هو الكالسيوم موجود في أغلب الفكهة وفي الخضار وفي البيض وفي الجبن اللي احنا بناكلهم يعني مثلا قرع العسل على فكرة فيه كالسيوم أكتر من الكالسيوم اللي موجود في اللبن فمش لازم أن الطفل ما بيشربش لبن دي كرسة ونعمل مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة بالضبط لو الطفل بيأخذ أرى عسل أو أي فكهة بطاطس بطاطا كل الحاجات دي على فكرة بطاطس والبطاطا والبطاطا واللبن بتاع جوز الهند فيه كالسيوم يعني لبن جوز الهند فيه كالسيوم اللوز برضو اللوز من الحاجات اللي فيها كالسيوم كتير بس ناخد بالنا ما لديش للأطفال مكسرات صحيحة قبل ما يتموا خمس سنين وخمس سنين زي دراسة معمولة عشان ممكن يشرقوا فيها قبل خمس سنين بعد خمس سنين عايز زي ممكن ياخدوا مكسرات صحيحة طيب أنا ليس عايز يسألك على حسات القلبين وحب أعرف هو ممكن طفل يقعد مثلا لغاية خمس ست سنين ما كانش بيعاني أبدا من حسات قلبين وكان بيشرب اللبن بشكل عادي وطبيعي وبيعين فجأة بطنوا تقلموا جدا من شرب اللبن موسي الحاسسية ممكن تسيجي في أي سن يعني سعد حتى بنشوفها في البيبيهات حديث الولادة اللي لسه مولودين بيبقوا بيرضعوا طبيعي على فكرة بس بتبقى من اللبن البقري اللي الأم بتاخده في الأكل بتاعها نزل لهم في اللبن بالتالي عمل لهم مشاكل بالضبط فلو الأم هتكمل رضاها طبيعي بنمنعها من منتجات القلبين بس لما بيبدأ في سن صغيرة كده عادة الأطفال دي بتتحسن على سن سنة أو سنتين بيتحسنوا وبيتعافوا تماما في بعض الأطفال ممكن بس يتعابوا لو خدوا لبن صريح لكن زبيدي جنة وحاجات من كده لأ بتعدي ساعات ممكن تظهر فعلا في أطفال أكبر شوية الأطفال الأكبر شوية بتبقى أكتر للبن الصريح وعلى فكرة بتلاقي اللبن الصريح يعمل لهم إمساك يعني كتير أمهات مش عارفة تقولك إيه ده اللبن ملين على فكرة الكلام الجديد أنه في الأطفال اللبن والجبنة والزبيدي من الأكل الممسك في الأطفال فحتى لو طفل ما عندهوش حساسية وعنده إمساك لازم لحد ما الإمساك يخف طبعا بتديله أكل فيه ألياف كتير وبوقف اللبن والزبيدي والجبنة لحد ما الإمساك يخف وبرجع بدخلهمه تاني بالتدريج يعني دخلهم الجبنة بعد كده الزبيدي بعد كده اللبن لو لقيت لما دخلت اللبن اللبن تاني عمله إمساك فمعنى كده أن الطفل عنده عدم تحمل للبن أو حساسية من اللبن الصريح فما تديلوش لبن وأديله بقى فكحة فيها كالسيم وكده ولا كده البيض والجبنة والزبيدي هم فيهم كالسيم يعني ما بيبقاش فيهم مشكلة طيب طيب نقول إنه بعد صفرة الفطر الولد قام من على الصفرة وإحنا زي ما قولنا إنه هما بيبقاش يعني عندهم رغبة جديدة فإنه هما يأكلوا كميات كبيرة من الأجل فهما بيأكلوا الكمية المعقولة اللي هما محتاجينها وبيقوموا بالزبط طيب بعد شوية بعد ساعة ساعتين الطفل بيبتدي يجوع مرتين بالزبط بالزبط إيه الحاجات المفيدة اللي أنا مفروضة تديها له طيب إحنا قلنا أهم حاجة الطفل يبدأ بيها بروتين حيواني عشان أبقى تطمنت إنه هو أخذ بورشن البروتين الحيواني بتاعه ممكن إنما يبدأ يكمل أكل بقى بعد كده أديله نشويات الطفل ياخد بورشن نشويات ومعهم بورشن مثلا خضار أو صلطة أو فاكهة يعني هو إحنا بناخد من الخضار والفاكهة بروتين ناباتي وقلنا ده مش مهم ده جسمنا بيصنع وفايتامينز فالفايتامينز اللي موجودة في الخضار هي هي الفايتامينز اللي موجودة في الفاكهة فلو طفل ما بيحبش خضار خلاص يعني مش لازم أقريفه في عيشة لازم تبقى تاكل كل حاجة لا أعمل له أنواع خضار بيحبها لو في أنواع معينة بيحبها ما بيحبش أديله فاكهة هي الفاكهة بتقوم على فكرة بعمل الخضار يعني هي نفس الفايتامينز اللي هنا هي هي نفس الفايتامينز اللي هنا فيكمل البورشن ده مهم يبقى لطفل خد نشويات كويسة عشان تحفظ على مستوى السكر في الدم بتاعه عايز يكمل بروتين حيواني تاني أوكي مش عايوز أديله فاكهة